اشتركوا في القناة من الممكن انه راهن عليها في هذه البلد حقيقة تأكيد ان الملتصق بالناس وملتصق بالجماهير الجماهير ابدا ما بتنسهوش وعشان كده فازوا في معارك دارية سياسية دارية ومحترمة وشريفة والجماهير اخترتهم عشان اللي بيقولوا ان الجماهير مش فاهمة والعرفة لا الجماهير فاهمة وعرفة والشعب واعي وفاهم وعارف بيختار مين الشعب اختار رجالة بتخدمه بجد ولما رجالة دي خدمته ايا كانت انتمقتها بقى ادالهم على طول ما كناش نقدر نقول الرسالة دي قبل اعلان النتيجة عشان نوجه تحية خالصة مع القلب البدري فرغالي وعبد العليم داود لو محتاجين حضراتكم مثل اخر على حسن وفتنة الشعب المصري ما حدث في الاسكندرية تحية المستشار الخضيري والذي استطاع ان ينتصر بعد جولة دارية شريفة هو بالنسبة له كانت شريفة والشعب رغم كل ما قدم ورغم كل ما اعطي لفظة فلول النظام وبشكل اكثر من رائع ما عدا بعض الهنات وده كان يتجسد في طارق طلعت مصطفى في الاسكندرية رغم كل الباور ورغم كل الحجد ورغم كل المحاولات لم يستطع انه يتخطى الارادة الشعبية او يتغلب عليها فازت الارادة الشعبية وعشان كده بنقول لكل الاحزاب ولكل من اخفق انه يبص للشارع ويتحالف معاه تحالف حقيقي وان الشارع يشعر تماما انه بيخدمه مش بيخدم اي حاجة تانية صدقوني النتيجة هتكون مبهرة تحية لشعب مصر اللي احسن الاختيار هو بصورة اجمالية وبالتأكيد بتكرار التجارب هنحسن كلها الاختيار مرة في مرة لنصل مع الوقت لبرلمان حقيقي نرجوه ويمثل الشعب تمثيل حقيقي تحية للشعب المصري يلا بينا على بركة الله نبدأ محطة مصر